غدا تحلول ذكرى اليوم العالمي للطبيب يقدم الطباء الكويت وجميع التواقم الطبية والكوادر الصحية مثالا ولا أبلغ عن قيم ومعاني أسمى مهنة في العالم وإنقاذ الحياة البشرية خصوصا أنهم يتصدرون الصفوف مشكلين خطة دفاع الأول ضد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يكافح العالم أجمع من أجل الحد منه والقضاء عليه ولا أدل من الوفاء لهؤلاء من إشادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم بجهود أطباء الكويت المضنية وتقدير الجميع من المواطنين والمقيمين لهم لأنهم يضعون الوطن وأهله نصب أعينهم رغم كل المخاطر والتضحيات ولا ننسى إشادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات والرأي العام العالمي بالأطباء في الكويت والكوادر الصحية والطبية أيضا في تقديم نموذج يحتذا به حول العالم وتجربة مثلى في مواجهة فيروس كورونا يشار إليها بالبنان